لك كهربية القلب نعم كهربية القلب بذي نسمع بها نعم لكن ما فهمين أيوك هو طبعا القلب نفسه فيه تخصصات كثيرة ففيه ناس بيتخصصوا قصاطر اللي هو بيسموهم الانترفينشن بيشتغلوا الأول أن أشع التداخلية للقلب فذين هم اللي بيشتغلوا القصطرة وبيفتحوا الشريان وبيشتغلوا كمان بعضهم الآن الصمامات لأنه العالم تطور وعمليات الصمامات بعضها سهر ممكن عن طريق القصطرة يعني المريض بيجي بيومين عن طريق قصطرة من الفخص بيركبوا الصمام والمريض بيطلع على البيت من غير جراحة فذين بيسموهم استشارين الأشعة التداخلية فيه استشارين الموجات الصوتية ذين هم اللي بيصوروا فيه استشارين كهربية القلب أو إلكتروفيسيولوجي فكهربية القلب اللي هو دقات الجلب نفسها والنبضات ورسم القلب بيدي مؤشرات لأشياء معينة ففي ناس بيكون عندهم زبزبات زائدة أو نبضات زائدة بتجي من مناطق معينة من القلب القلب نفسه النبضات الطبيعية فيه تجي من نقطة واحدة في في الأزين الأيمن يسمها العقدة الأزينية بتبدأ منها لكن في ناس بيجيهم نبضات من مناطق تانية ممكن تجي من البطينين أو من أي نقطة من الأزين فالدقات دي في بعض الناس ممكن تكون ما حميدة ممكن تقود إلى توقف قلب إلى حالة طارئة فده ده تخصصا كهربية القلب فزايدين ممكن إدخل الاستشاري عن طريق قسطرة من الفقس ويحدد النقطة اللي تجي منها الكهربية وعن طريق كي يتخلص منها أو الناس اللي عندهم ضعف في نبضة الجلب هو أنواعه كثيرة بيسموه انحسار أو ضعف بيحتاجوا أجهزة منظمة أكيد سمحتوا أنه فيه إنسان ركب وليه جهاز منظم لذقات على الجلب فهم برضو بشخصوها وبركبوا الجهاز ده اشتركوا في القناة